من آدم جئنا ومن حواء الرحمة وأجمل ما فينا نعطف ونحب ونشتاق تتشابه جل أمانينا للخير نميل بفطرتنا للقيام برانا بارينا كنا رجلاً صراحينا بسم الله الرحمن الرحيم نرحب بكم في حلقة جديدة من علاقة النجاح ضيفنا اليوم هو بطل الجزائر في رياضة الكيك بوكسين مزيدي ناجي بطل الجزائر في صنف الأمال لرياضة الكيك بوكسين مرحبا بك سي ناجي ممكن تقديم بسيط للبطل ناجي يمزيدي ناجي موليد ٨٨٧٩ نقارات تناوية ثلثة تناوية شعبة حولوم سي ناجي جميع يعني الشباب الجميع يفضل لعبته لرياضة الكيك بوكسين على سي ناجي خير رياضة ممكن عند الأكتارية تعتبر نوع الماء غير معروفة وغير محبوبة رياضة الكيك بوكسين دخلت كيك بوكسين على خاطرة كنت بكارين تفرجها في تلفزيو تعجبني ويتحتوي على قوة قوة بدانية وقوة دهنية رياضة دهنية رياضة دهنية يعني بالدخل عجبتني ما شكك كنت رعي فيها كنت نلعب بالوكريب الصح ماشا عجبتني كيك بوكسين قوة بدانية وقوة بدانية ماشا قوة بدانية لك ما نبليش كيف هكا حواش كماكا ميرا يتبقى رياضة ميرا يتبقى رياضة ماشدريش قادرة لا توصل لعالمية كيتوصل حواش بزاف ميرا يتبقى رياضة كينو حوالو بحاجة نورمال ماشدلو بمشغول لا اي لا يحفزو فيها ما تحبش ميقول جامي قل لي يحبس كمون راحش كمون راحش نطريني يسرى مشكل في الدار ماشا الباطم ناجي سؤال بديه يعني من الجميع كيف ناجي تدر يوفق بين الدراسة يعني ممكن هي يومية ودعو التدريبات وممكن المنافسات ليراهية جهوية ويلائية ووطنية شي عادي نورمال تقرأ تدريبات يومية تدريبات ساعة يومية ساعة تدريبات نعم تم اختارات في السمانة ودراسة كانت تدريبات نتائج نورم حسن عادية عادية جدا عادية مريحة نورمال عادية جدا نتائج دراسية نتائج مريحة نتائج مريحة نتائج في المايا عشر حداث عاش راديا ساعة اثناش كل اخترى كيفة إن شاء الله ماشا ماشا كي قبل ما نطلعيني كنت نوع هدية 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 سمان ممارسة في الرياضة ما ما قطرت شعليه خلاص نتو عطل عليها كنش عطل ماشا عطل معنا الآن السيد رفيق الهلور رئيس الجمعية وفي نفس الوقت مدرب الباطل المزيادة ناجي السيد رفيق الهلور ممكن تضعنا في الصورة الباطل المزيادة ناجي يعني بدايته حتى للوقت الرائع المزيادة ناجي هو طرمي ريزات لاتلي بزاف ملاح وكانت البداية بزاف جدية وكي يكون عندك آتلية البداية جدية رح تترقبله لا تنتظر منه إن شاء الله بدافلة في الأواسط هي يدخل علينا في الأواسط الدخول سواء القاعة أو الرياضة هذي كان جدي من الجدية هذي كان لتنتظر منه أنه يروح بعيدة في الرياضة هذي وبطبيعة الحال بصوات تدريبات ويزاول حتى تدريبات لوحده وخارج القاعة يعني ما مربوطش بالبرنامج الأسبوعي تعنا فقط إشرفتك طبعا تحت الوصاية والتوجيهات والنصائح وهذا يدل يدل على جدية وحبوض الرياضة وطموحات وحبوض الرياضة التي لا نقول فاقت الأهداف تعنا وشنه كانت في سرعة تجبر النظر حيث في تلت سنوات عمل طبعا بدون قطاع أدى إلى نتائج جد مهمة سواء على في الجانب الرياضة تعنا التي هي الكيك بوكسينج فول كونتاكت والتي حقق درجة جد ممتازة وهي بطل جزائر في صنف الأمال ولكن نزيد إضافة أنه يعتبر تنا ما نقول وش ظاهرة في الملاكمة وشنه مشاركتنا العام الفارض في الملاكمة على مستوى على المستوى الولائي والجيهوي الوطني حيث يعتبر بطل الولائي في الملاكمة وبطل جيهوي أيضا في الملاكمة وتحصل على المرتبة التالت في كأس الجمهورية الملاكمة يعني نتائج جد ممتازة سواء على مستوى تاريخيك بوتي وفول كونتاكت وابلى بلاء حسنا في رياضة الملاكمة أيضا يعني هذا ممكن يكون السر هو عدم اكتفاءه بالبرنامج يعني الموضوع لزملائه وذهبوا إلى حد أبعد أنه يتابع برنامج خاص ممكن بتاعت الإشارة بتاعكم طبعا بين قوصين هذي هي الإحترافيان وأن الإنسان يقدم أسباب أكدر يحق نتائج أفضل وإن كان عنده زملائي هنا يخدم معهم بها يتعامل معهم سواء كجانب آخر لجانب المعاملاتي بين الإزاطلات يعني هناك العائلة الوحدة متاري جدا سوف تصرف في الاحترام في ردات الأفعال تاعه الحمد لله وعنده تواضع يعني يلمسه الأولاد كامل يعني جام يحسك باللي وبطل ولا يحسك باللي وقاوي بالعكس لي يدخل القاعة وما يعرف شخصه يحطوا الثلاث من بين الإزاطلات العاديين يعني ما عنده ميزة خاصة لي تبينه باللي بطل وهذا نهزوه من ناحية الإيجابية يعني بطل يشترق في الملاكمة بطل يلاقيه في الكيكبوكس وفي الملاكمة ويتصرف تصرفات عادية جدا يعني إن شاء الله نتمنى لأنه يواصل يقال لو بطل يرافقه الغرور يندطر 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 الحمد لله ساعة كما هذه ربي وفقه وربي تبته ونتمنى لتوفيق سواء في المجال الرياضي والدراسي لأنه هذو العاملين يجب يمشيوا مع الإنسان إنصح القول مدى الحياة الجانب الرياضي يكفي وجانب الدراسي كي نزيدوا الرياضة تصبح ميزة الأخ العزيز رفيق اليوم عندنا بطل وطني نجي مزياد هل ممكن نتأمل نشوف أبطال آخرين من الجمعية على مستوى الوطني طبعا إن شاء الله عندنا برنامج سيرمو ورياضي إن شاء الله نحاول لكي نجب العام اللي فات بطل سنة سنة مدارين برنامج أضعف الإيمان سنجيب أضعف الإيمان بطلين إن شاء الله وهذا كبرنامج طبعا واضعين لأن العام اللي فات هناك عنصر تحصل على المرتبة الأولى على المستوى الوطني وكان بالإضافة عنصرين تحصلوا على المرتبة التانية على المستوى الوطني يعني التالت عناصر العنصرين الآخرين هم أقرب للتسويج بالبطلة الوطنية يعني إن شاء الله سنعمل ونجتهد أفضل سواء في تكثيف التدريبات أو تحسين منهجية التدريبات حتى يكون نتائج إن شاء الله أفضل تكون استمرارية أكبر وإن صح القول سواء في مستوى رياضة الكيكبوسيق أو رياضة الملاكة إن شاء الله نحاول ونجتهد إن شاء الله وطبعا هذا الإجتهاد كما نقول داخل القاعة وخارج القاعة بإذن الله سنقدم زيغوديوسف أسماء أخرى إضافة إلى مزيادة ناجي إن شاء الله سي ناجي ممكن معرف القدوة للناجي أول قدوة وبينصير الشيخ المدرب هو المدرب هو أول قدوة ومبدأ نهزم عند نشوف الفيديو نتفرج منها الكرواصي القدوة عالمية قدوة عالمية في مجل رياضي كيف يزيف متان في مباطل هاري كيف ينقدعنا كيف ينقدعنا بطل العالمية بطل العالمية كيف ينقدعنا أبطال نشوف نشوف ليهم وندير كيف يفهم حلم يريد ناجي أن يحققه بطل العالم عجبين بطل العالم بطل العالم هذا من نأتي وماش على خطرة وحدة قادر بطل العالم عدة مرات صح ما شاء الله وحلم في المجال الدراسي أو الميهن المجال الدراسي كما يقولوا وش حاب تخدم مستقبلا دي لباكو نخدم أي خدمة ما عنديش مشكلة دي لباكو ورع الباكينا جميع نعم دي لباكي قادر لكن من الاكتبار بيديك ما عنديش يعني حاجة نخدم نخدم وخلاص تخدم أي حاجة نعم نرمال اللي تصلح وخلاص نشكر نشكر مجموعة زيغو ديوسف زيغو ديوسف على هذه الاتفاتة التي يعني كانت جد جد مدعيمة كلمة أخيرة من البطل الناجم نتمنى بوفقنا كامل في المشاوار تعنا ونشكرك نشكرك بزيغو ديوسف على هذا الربورطاج على قيم النبي لعدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا نحوى معا شرك على قيم النبي كالشمس تعيش ضمائرنا ونحب الفرحة لسوانا نتسابق والأكرم فينا إنسان يبني الإنسان في عدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنو حوى معا شرك على قيم النبي في عدل الله نقيم حياة لحاضرنا واتينا بنو حوى معا شرك على قيم النبي نتمنى التوفيق لبطلنا الناجي في مشواره الدراسي والرياضي ونشكركم على حسن المتابعة والانتباه والدعم اللامحدود نلتقي مع بطل جديد إن شاء الله سلام يا من كبرى لما نعليها تعلينا